أفاد مراسلنا في صنعاء نقلا عن مصدر عسكري يمني بوصول 30 مراقبا إلى محافظة عمران شمالي البلاد للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات اليمنية والحوثيين وكانت وزارة الدفاع أعلنت التوصل إلى اتفاق مع المسلحين الحوثيين بعد اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مناطق عدة من محافظة عمران